السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم محمد قسان في الباستة شانل خليك لكم حبيبنا رجالتنا وبناتنا هنكمل مع بعض التدريبات أو هنشتغل مع بعض وكمان طب يا مستر فين الشرح على طول انزل لي صندوق الوصف صندوق الوصف هي راحك كتير وزي ما احنا متعودين هتلاقي الشرح بتاعك موجود واحنا مع بعض دلوقتي هنحل الأسئلة المهمة الموجودة في كتاب جم واقف الفيديو وحاول تبدأ تحل صح واشتغل معي وطبعا ضروري تعرفني جد كام من كام بيبل نقد فامس بلايا for his bravery and intelligence bravery اللي هي الشجاعة والإنتليجنس اللي هو الذكاء واتفقنا يا شباب واتفقنا يا بنات ان احنا ضروري بحل بالاستبعاد يبقى بيبل طبعا كلمة مهمة عندي عجبت طبعا هنا كان بيكلم في اليونت أصلا على محمد صلاح يعني my sister is really أختي ما لها كمل she always buy things for her friends دايما بتشتري الحاجات أو الأشياء لأصدقائها تبقى هي generous كريمة كويس قوي ambitious date معناها طموحة شباب number three the concert organizers اللي هما منظمين الحفلة say they well قالوا ان هما نقط all profits profits هنا معناها كل الفوائد أو المنافع يعني الحاجة اللي هتطلع يعني من الconcert من الحفلة to charity للجمعيات الخيرية بتعندك donate يا تبرع وسطيل يسرق support يدعم وقول ينادي طبعا هنا بيقولك ان هما للcharity charity قلنا معناها جمعية خيرية يبقى دا بالنسبالي طبعا كلمة donate معناها يتبرع كويس the Egyptian government الكلمة دية لازم نحفظها علشان الترجمة هسيب لكم بالمرة كمان list أو في صندوق الوصف القايمة بتاع الفيديوهات الترجمة the Egyptian government strongly not the peace process peace process يا شباب معناها عملية السلام in the middle east يبقى هي هتعمل ايه excellent supports معناها تدعم succeed يعني تنجح happens يعني يحدث وقولز معناها تنادي number five before the operation قبل العملية a nurse should check لازم تفحص والكلمة دية عندنا مهمة جدا 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 the blood على بعضها blood pressure of the patient ضغط الدم temperature معناها درجة الحرار يبقى انا مهم جدا ابقى عارف كل المصطلحات number six my neighbor god is kind عطوف and brave وكمان شجاع هي اذا rule ايوة كلمات بتاعت اليانت to everyone in the area يبقى هو rule model اللي هو النموذج او القدوة وبرضو كان بيتكلم على محمد صلاح number seven it was raining outside الدنيا كانت بتمطر برا and i had no not to go out ومعنديش ايها رغبة رغبة يبقى معناها desire intelligence الكلمات مش بنشرح كتير بنحل لكن في الجزء بتاع grammar هنشرح تاني the company طبعا ده كتاب جيمة the company had a fairly نقط contract contract زي ما هي موجودة قدامنا هنا معناها عقد that will last for ten years طيب هنا بيقولك last for هنا last مش معناها اخير هنا معناها يستمر يبقى دوت يستمر لمدة عشر سنوات يبقى دوت حاجة طويلة long term وكانت عندنا فيليونة long term illness اللي هو المرض ربنا عافينا عافيكو المرض المزمن don't forget to like and share عايزين بقى اللايكات والشيراتة doctor say that الدكاترة بتقول my aunt will must have a kidney kidney معناها هنا اللي هي الكليا ماشي in a short time في وقت قصير يبقى الإجابة بتاعتك هنا وبيقولك ان انت لازم تكون عندك kidney تعالى نشوف المعين plant يزرع يزرع شجرة يزرع اي حاجة لكن انا هنا عندي عايز زراعة أعضاء تبقى transplant لان هي معناها زراعة او نقل عضو الكلمات مهمة جدا number ten the director not me the chance to play the main part in the play هنا in the play ديالأولاد معناها المسرحية انا عايز اقول ان هو اديني الفرصة تبقى perfect تبقى give me his friends اصدقاء give him نقط doctor death because he always dressed in black سموه او دوله ايه او الشهرة بتاعته ايه يبقى انا كده حلتها لك تبقى nick name اسم الشهرة سموه doctor الموت مثلا لانه دايما in black هنا معناها in black يعني مرتديا اللون الاسود يلا عالسريع in هيجي بعديها لون يبقى هنا معناها يرتدي يبقى دير بتساوي where number he was highly for his research on heart disease طبعا بردو عندي في الكلمات blame معناها يلو press يضغط check يفحص تبقى breezed امتضحة على امتضحة يعني الناس شكرت فيه يعني على البحث بتاعه على heart disease اللي هي امراض القلب number number 13 Norman Iron for men range from انا احب اقول الكلام اللي اللي علاقه بالدرس بتاع reading ياريت نرجع لي Bart اوليان 2 موجود في الوصف الفيديو في الشرح انا اشتغلت معاكم reading فيه كويس جدا the Egyptian coach had no doubts خلي بالي be silent doubts معناها شكوك المدرب المصري had no doubts about his teams تعال نفهم الجملة بتقول ايه انا هنا بقول لك المدرب الانجليزي او المدرب المصري ما مكنش عنده اي شكوك اي شكوك في ايه بقى ان هو الفريق بتاعه ان هو يوصل يبقى his teams ability قدرة فريقه stability معناها استقرار charity معناها جمعية خيرية community معناها المجتمع لازم ابقى فاهم كويس اوي الدنيا ماشى ازاي he was born in alec but he considers cairo هو تولد في اسكندرية لكن بيعتبر ان القاهرة his نقط since he has lived there most of his life خلي بالك انا قلت هنا he has طب عرفت منين ان هي has حاجة سريعة الابوسطري في s ديت لو جي وراها فعل تصريف ثالث يبقى ديت الاختصار الهاز يبقى الاجابة بتاعتي hometown بيعتبر ان ده هي الموطن بتاعه نكمل مع بعض رجال number 16 the famous writer has نقط column column اللي انه هنا silent معناها عمود for a national newspaper يعني عايز يقولك ان الكاتب المشهور دوت عنده عمود منتظم يعني بيكتفي على طول تبقى رجلة معناها منتظم number 17 we didn't have enough money ما كانش معنا فلوس for a movie نحن نروح نشوف movie so we went to the park علشان كده روحنا للحديقة instead بدلا من دالك طب ليه يا مستر مش instead of لان instead of اصلا يا مستر معناها بدلا من حضرتك هنا ليه ما اخترته انستد يا أولاد هتيجي في اخر الجملة اخلي بالي وinstead of يا اما بيجي بعديها noun او بيجي بعديها ing فهنا الجملة بالنسبة لي دي في الاخر بيبقى الإجابة بتاعتي لازم تكون instead معناها بدلا من ذلك او عوضا عن ذلك number 18 خس شوية لذلك انا بصعوبة هنا hardly دي معناها بصعوبة I hardly نقط him recognized ادركت طب ايه الفرق ما بين recognize و realize والاتنين بمعنى يدرك realize ديت يدرك الشيء معنويا يعني ايه يدرك معنويا يعني مش شايفوه بيدرك الحاجة وبيفهمها لكن recognize معناها يدرك بصريا يعني شفت حاجة وفهمتها او عرفتها خلاص number 19 it's so important to have a sense of من المهم ان انت يكون عندك sense of نقط that and the lines يكمن خلف human happens طبعا sense of humor لازم تتحفظ على بعضها 20 more women are applying for تعالى نقف عند apply for apply for معناها يتقدم لي ودي هيجي وراها شباب ing أو noun لكن apply to برضو معناها يتقدم لي بس دي هيجي وراها فعل في المصدر يبقى هنا applying for new jobs which were نقط for men only يعني هيتقدم للوظائف اللي هي for men only traditionally لتقليدية أو عمتا أو معروفة عرفيا إن هي للرجال I'd love to know what his not is he has so many new clothes عنده هدوم كتيرة جديدة قوي and such an expensive car يبقى يبقى أنا عايز عارف إيه that لو الدين income الدخل طيب هعمل إيه benefit الفايدة و that day برضو اللي هو الرصيد يبقى أنا عندي income اللي هو الدخل المادي بتاعه 22 after the accident بعد الحادثة it will be difficult to know people that nuclear power stations are safe nuclear power station ليه محطات الوقود أو محطات الطاقة يبقى من الصعب إننا persuade persuade يا أولاد معناها يقنع كده خلصنا أهم 22 جملة عندي على الكلمات بتاعة التكست طيب تعالوا بقى نشوف الجزء بتاع الجرامر بتاعنا وهنبدأ بقى دلوقتي بيكلم على الجرامر بتاعنا الجرامر بتاعنا ما تنساش إنه هو بيكلم في اليونت دوت على present sample وكمان كان بيكلم على past sample ارجع لفيديو الشرح مهم جدا وبعدين تعال حل معايا تعال نشوف أول واحدة وإحنا شغالين كده هنقول الحل ونشرح بالمجر it rarely rarely دي أولاد معناها نادرا وطبعا ديت كلمة دلة على present sample اللي هو المضارع البسيط ماشي طب إيه كلمات الدلة أنا هقول وإنت وقف الفيديو وكتب ورايا كلمات الدلة على المضارع البسيط always usually sometimes often never every rarely اللي قدامنا دي بتساوي حاجة اسمها seldom نادرا عندي كمان occasionally وعندي كمان frequency كل دول الكلمات الدلة بتاعت present sample والكلمات الدلة ديت لو موجودة عندي مع he وshe وit هم حطت في verb s e s i e s يبقى أنا كده حليت it really not in egypt except مع in some areas of snore تبقى الإجابة بتاعت snore وخلي بالك طبعا علشان دي بالنسبة fact حقيقة استخدام simple تعال نشوف in the best قطر خيرك هو الراجل قال لي in the best يبقى بيحلف هنا ان الفعل بتاعي تصريف تاني طب دور على التصريف التاني didn't rain خلي بالك انا ما كملتش الجملة بس المفروض نكمل number three what did your father do win اقف هنا بقى هعلمك تفكر عشان تقدر تحل انا واني عندي لها قواعد كتيرة قوي من اهم عندي في unit one و unit two هي جرا past simple past simple امتى على حسب لو انت بيحكي موقف او telling a story افتكر تعال نشوف what did your father do الحج كان بيعمل ايه when he was 30 years old يبقى when he was ماضي بس بس طب هنا ليه مش هتنفع was being لان ديت بستخدم في المجهول لا يبقى دي بالنسبالي ما تنفعش number four my brother لما اجع حل بقى عشان فيه لك كتير بتغلط اشوف هنا ده مفرد ولا جمع ده بالنسبالي مفرد اخد بالي a lot of money from his job as a tourist guide he intends ينوي يبقى انا اخلي بالي جملة هنا جات لمضارع to buy a new house يبقى هنا مفرد والجملة كلها مضارع ودوة مفرد يبقى earnest اخلي بالي لان ده هي شباب محد الش ينسى number five when i was fifteen years old لما كان عندي خمستاشر سنة when i was جملة بتاعتي ماضي يبقى انا احل الجرامر اخد بالي الجملة ماضي ولا مضارع قلنا الجملة ماضي فانت هنا هتلاقي وين هتقوم اي اللي على طول يا مستر انا فاكر ان وين بيجي وراها ماضي بسيط وبعد كده الجملة التانية was where zai ing هقولك صح طب يا مستر انا فاكر ان وين ممكن يجي وراها past symbol ماضي بسيط والجملة التانية برضو ماضي بسيط هقولك صح طب امت ماضي بسيط لو هنا حدثين بس خلي بالك بدون انقطاع يعني انا ما عنديش انقطاع في الجملة تعال نشوف لما كان عندي 15 سنة كنت بقضي وقت مع اصدقائي هنا ما عنديش انقطاع يبقى لجابة بتاعتي spent فعل في التصريف التاني لان انا هنا شباب ما عنديش انقطاع نمبر سيكس ما نقط to her school in her father's car she rarely walks to school الله هنا ايه اللي goes usually usually goes go usually usually go طب افتكر معايا الترتيب subject كلمة دلة verb نمشي عالترتيب مع بعض ما subject ماشي بعد كده مش عالترتيب معايا الكيورد الاول دي ما تنفعش و دي ما تنفعش عشان الترتيب طب بقى لي usually goes وبقى لي usually go طبعا اخلي بالي يا شباب ان ما دي اللي هي شي يبقى الاجابة بتاعتي على طول usually goes اخلي بالي subject بتاعي يعني كده بشرح لك تاني بس طبعا بشرح بسرعة لان اليونت اصلا موجود عندنا number seven in the solar system في النظام الشمسي all plants كل الكواكب around the sun in regular orbits يعني بتدور حولين الشمس فيه مثارات منتظمة طبعا ده بالنسبالي fact fact ونص يعني يبقى لازم يكون present symbol بس قبل ما بحل ابص على subject plant planets هنا دي تجمع طالما دي تجمع يبقى الفعل بتاعي لازم يكون في المصدر اللي هي move perfect he not number eight he not gets up early اقف هنا وبعدين نكمل he is always late late انا هنا عندي gets طبعا كتير هيجري على he هيقوم اختار doesn't اقوم برافو عليك غلط طب ليه مستر لان حبيبي انا هنا عندي don't و doesn't ما تنساش اللي اتنين دول followed by لازم يجي وراهم الفعل في المصدر طب انا هنا قلت is يبقى never اركز في دي الله يبقى لكم وخلي بالك doesn't didn't won't التلاتة دول وراهم مصدر لكن هنا قال لي is يبقى الاجابة never كلمة دلة we are not ready to help you don't worry يعني ما تقلقش انا قلتلك ما تقلقش يبقى we are always يبقى احنا دايما وخلي بالك التلاتة never really never really بصعوبة مهلا وبصعوبة مش قللك ما تقلقش يعني number 10 اخلي بالي my son sometimes اقف هنا واحدد الاول انه my son ده اللي هو هي ماشي خلاص يبقى بقت سهل اوي هتدور على present simple عادي خلاص number 11 وتعالوا ناخد الجملة ديت على جنب الاول قبل ما نحل اكتب كده معي عندك في النوت بتاعتك when ركز بقى معي before we by the time القعدة دي مهمة شباب by the time وكمان as soon as احفظ بقى وكمان عندي after دول مهمين بص بقى دول بيجوا راهم ايه دول يا شباب هيجوا راهم present sample يعني هيجوا راهم مضارع بسيط والجملة التانية زي ما هي قدامي كده هيكون عندي will والمصدر يبقى انا خلي بالي when before by the time as soon as وسمحوني على الخط الوحش بس هاعتمد على ان انتو سامعيني كويس ان شاء الله طيب انا هنا عندي as soon as والجملة التانية هنا جاب لي will يبقى على طول هنا automatically انا محتاج اختار present sample محتاج اختار مضارع بسيط فين المضارع البسيط قبل ما بتدور على comes ولا come شوف هنا my father اللي هو he يبقى في الحلقة دي طبق comes 12 working men and women not at very long hours to earn enough money for their families طيب هز مش هتنفع ليه مستر انت عندك هنا دي جمع وعندي هنا دي جمع يبقى ما تنفعنيش work ما تنفعش لان دي جمع working ما عنديش m و r يبقى لجابة بتاعتي wake شوفت انا بحل ازاي ببص ببص على subject يحدد لي كتير قوي number 13 my brother didn't used to be busy اخويا ما تعودش ان هو يبقى excellent مشغول but now he لكنه دلوقتي يكون مشغول هنا is هنا معناها يكون ما تجريش على ضز عشان عندي he لا didn't used to be ما تعودش لكن هو ودلوقتي يكون مشغول number 14 doctors and nurses when they are in need طيب تعالوا نشوف الجملة doctors دي تجمع ونيرس دي جمع نشوف اللي ما ينفعش هلبس ما تنفعش طب تبقى لي دول اشوف زمن الجملة اللي قدامي when they are in need لما يبقى في حاجة يبقى الزمن ده وده جمع بالنسبة يبقى الفعل لازم يكون عندي في المصدر 15 they not in their exams because they study hard ملهم شوف برضو معنى الجملة اللي قدامك او شوف الزمن بتاعها اللي قدامك الزمن كله مضارع يبقى they succeed دولي على succeed هما بينجحوا habit routine حاجة طبيعية 16 زي يكو طبعا ان شاء الله تذكروا جامد تجيبوا درجات they not english novels and books very often they really do نادرا ما يعني بيعملوا كده نادرا ما ان هما يقروا الكتب يبقى they excellent عندك really الجملة present simple يبقى برضو don't read i last الله مضي بسيط على طول طب عرفت منين ما انت عندك الكلمات الدلة يا بطل yesterday last ago go in the best والليلة الطويلة دي كلها nothing else الجملة دي حلو قوي nothing else مفيش حاجة تانية جملة ماضي بقى في حالة خطرة طيب انا هنا عندي yesterday ما تنفعش isn't done وهنا بقولك مفيش حاجة طب هتبقى ايه طيب didn't do مش هتنفع شوف الجملة هنا الجملة active ولا passive هنا مفيش حاجة ممكن تتعمل او تتعمل يبقى معنا كده مفيش حد هنا يعمل للحاجة يبقى الجملة دي بالنسبة لي passive يبقى الاجابة لازم تكون was done لان didn't do دي مش وهنا مش هينفع اقول wasn't done لان nothing منفية ونفي زي العربي is bad number 19 i not a meeting to discuss some problems in the company today طبعا هتشوف today تجري على اقولك i'm having اقولك بروف عليك الغلط كمل and now everything is up ودلوقتي كل حاجة تمام يبقى احنا كان عندنا meeting عشان نناقش بعض المشاكل في الشركة النهاردة ودلوقتي الدنيا زي الفل اتمنى انها تكون معاك زي الفل في الحال 20 they left the house early قادر bus to Cairo not at exactly 7 am افتكر معايا من قواعد البرزن سيمبل كان عندنا ولاد حاجة اسمها fixed time او time table وقت سابت لما يكون عندك وقت سابت لازم تستخدم البرزن سيمبل والبس ده اللي هو it يبقى الاجابة بتاعتك leaves mister عارف انت عايز ايه اعرف منين اذا كان time table اكتب ورايا لو لقيت عندك cd train party cinema bus plane الحاجات دي film الحاجات دي يا شباب بتعرفني ان دوت موعيد سابتة time table يبقى في الحالة دي لازم تكون present symbol no doubt no doubt مما لا شك في we all remember what our teacher not about organizing our work اكيد يعني ما فيش شك ان احنا كلنا فاكرين عن المدرس cd قالوا الاس الجملة كلها ماضي بانا لازم اشتغل كله على انه ماضي scientist العلماء بص انا وقفت هنا على طول جمع useful things for their countries do always always do عنديش صفة واحدة هيقول لي يا مستر ما انت عندك هنا صفة يصفل ان هما مفيدين يعني ممكن اقول العلماء دايما مفيدين اقول لك تمان تعال نشوف معنا الجملة ينف ينفع العلماء يكون دائما مفيدين اشياء لا طبعا يبقى هنا عايز اقول ان هما دايما يعملوا اشياء مفيدة تحس ان انا دخلت جوا دمرك وعرفت انت بتفكر في ايه صح توني سري ات نقطة هير هابت تسليب ليت شي از يتعودت على ده يبقى هنا هقول اتس هير هابت طب لي يا مستر لان انا هنا بقول دي عادتها لان هي لسه متعودة ان هي تعمل ده نكمل مونا تريس تو هير نيبورز ات خلي بالي عندي كلمة ات طالما عندي يبقى لازم اقول all time مش هينفع اقول at usually ولا at always ولا now and again 25 انا عايز اقوله ما عملتش حاجة هلاص دينت وعندي كمان yesterday نمشي على الخطوات اكسلانت usually goes بفور مونا الله اي وارجعلي كده سنة قلنا after as soon as when before by the time لو عندك ولي الناحية التانية حط على طول الفعل في present symbol 28 we usually not our grandparents before their this كنا بنظرهم قبل بيموتوا ومحدش يقول لي يا مستر ما يمكن يكون بنظرهم في المقابر اقولك لا لو سبحت بلاش يمكن ونظام الفرضيات دوت في الإنجليزي خالص احنا بنلعب على معنى وستردام they reached home وصلوا البيت not off their dirty clothes and had a shower الجملة واضح قوي reached ماضي وبعدين عندي ماضي يبقى الإجابة بتاعتي took اللي بعد although our team not very hard they didn't win the match طبعا بالرغم من اشوف الجملة بتاعتي عندي ماضي يبقى الإجابة played كده بقى كده يا رجالتنا يبقى احنا خلصنا مع بعض اهم الكلمات وغطينا الجرامر كله بتاع عيانة tool كده انا خلصت اللي علي المطلوب منك حاجتين ذاكر وحل والحاجة الثانية don't forget like and share عايزين الفيديو تلف اليوتيوب كون اشوفكم على خير ان شاء الله see you next time كان معكم محمد وسامي